السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه المشكل عندي هو مشكل حيث خلت في ذلك الكتير انت كنتي لخي مستد الاعراض متاع التكاف او اللغة العربية ايه ايه او التكاف بعد الناس كي يقولون لي يعني ممكن شا حيلا كان قديم ايه نعم السلام علي ذلك اسمح لي معي الاعفو ولا لا تدع اني اصدقى تلك المشكلة حتى ذك بحي الوقلات يوكال ايا لله ودغني او داخلت معداد الزاق ممكن ان قضى فده بنا كل اي حاجة ايا والوزن ديلك للا نادك يبان ضعيف وقلة لا ممكن المشكلة استاذ انا استغرف انا نقي مشا ضعيف ولكن اللي يتكال ايه طبعا بالشكلة يقول لي عندك طيب الزاق ليلا هي لله الله يشافيك يا ربي الله يشافيك يا ربي لا يلا الله يشافيك يا ربي وكالو سيدة اللي ربليها ويلها أمين وكالو سيدة واحد حد تلح قاتل من البلد بيار الأطفال لكن يشع له هي هو قديث الترب المبرح ايه؟ طب هو واحد نعرف الممين كنا وقد عفرسيدي كنتعول في كلمش كنتعهيد ايه عقلتش علي الدداء ايه؟ السيد الفارل هو قد يتفدر بالمبرح انه كي يخلي دد يعني الدداء اللي كي يديرو كي ينحافو كي ينحافو كي ينحافو كي تفدر عاطين دا السيد يعني تبارك الله عليك رعافو انه الدداء كي يرس في الإيزان ايه كي يخليك يغضب و كي يرد الفعل نعم سعلا هاد اول المشكلة سيد نحافو كي يتقلتك الوقف او الاتقاف ايه؟ يعني سيد ايه لك انقديم نعم وانطبعت الحال كل شي بيدي لوش هو سيد يكون ايزا مكتاب عليه اولا يعني مثلا داك اللي كي يدين يذكر يعني وش مكتاب عند لاحظ واحد سيدا حالكت نقصنا معه قتلك الوهزة قتلك انا عاربين نقول يعني عاربين نقولي عاربين نعشاش قتلك صوت عليك هادك الناس مش يجرلك هادك يعني هادك ستحر خيب هكا ايه؟ كما تقولي حنا ستحر الاسود ايه؟ يوتي يكون اوستاذ بحل تيقى ملا ما عابتش لا حول ولا قوتي لبلة اوستاذ يعني انا يعني ديبولومي يعني عندي انتارك سينتار صندقة تبارك الله ولكن يعني من سيد العمل عندي واحد مشكل لعكت في اي حالة كما قتلك اوستاذ كان عندي اشو يقولي كمسانية خمس تحر اراضي يعني تقدموني عمد الجواج ولا واحد يعني كي يجي نايلة هايل الله ايدنا واحد نترس الله ما عابتش اوستاذ انا ما عابتش يقوليك شكرا لك نادا لا حول ولا قوتي لبلة نادا اثارت واحد الموضوع من المسكوت عنه لستجي تابو نخشي للناس كيموش تكلمو فيه وهو ما يسمى بالثقاف الوقف ان الانسان كي تعمل لي عمل شيطاني انه كي توقف يعني العلاقة العاطفية والزوجية ممنوع منها وهذا ثقاف كما يقع في الاجساد يقع حتى في المحلة التجارية وفي الاراضي الفلاحية والعقارات هذا معروف الاثقاف كي يوقف لكل شي البوار يعني كي يوقف كل شي لا بيع لا شراء لا زواج لا والو كي يوقف هالثقاف وكي يخلل الانسان العلاقة العاطفية مكتكملش وحتى لا لقد ظل اطلق مع شي انسان هذه العلاقة الجماعة اللي غيترتب على الحمل مكتتمش نهائيا لانك يوقع بلوكاج كامل وهذه هي عملية سحرية ربما الطب مكي امنش بها وكيعتبر بانه غري ازمة نفسية واوهام وخيالات وله الحق في ذلك حسب المعطيات اللي ابتي بين يديه لكن هي في الاصل هالثقاف هو لا يشتغل على الجسد ولا على النفس يشتغل صاحبه على الروح لان السحارة كيعملوا على الروح الجسد رابعيد عليه وحتى النفس هتا يبعيد عليها ولكن الروح كي يسحرها وكيقوم باشياء اللي انتمغت العقل والمنطق غير مفهومة بالمنطق والعقل رب سبحانه وتعالى لم يخلق الشر لكي يفعل وانما للابتلاء اي نعم الله تعالى خلق الخير وخلق الشر وخلق النعيم وخلق المتاعب حتى السحر مخلوق من خلق الله واللهم لخلقت الامر كلها لنا الدنيا لعب انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الاموال والأولاد الحياة الدنيا لعب وضع فيها الله سبحانه وتعالى كل المتناقضات وضع فيها الخير وضع فيها الشر وضع فيها الفرح وضع فيها الحزن وضع فيها الأمل وضع فيها اليأس وضع فيها الطيبين وضع فيها الخبتاء وضع فيها الحق والعدل وضع فيها الباطل والشر والظلم هكذا ربي يخلق كل شيء ليارى ماذا سوف نصنع هاتش هو ماشي ربي يمكتبه عليك للمكتاب هو ربي صبق في علمه أنه غد يوقع لأن الإنساء يقول لك ربي هو ربي ما كيكتبش علينا الأشياء احنا كنختار بعض الأعمال كنا أمور مكتوبة علينا وكنا أشياء اللي ربي سبحانه وتعالى ترك لنا العمل ولكن عالمها سبحانه وتعالى قبل أن تقع لأن الله تعالى لا يتوقع على الواقع عن يفهمه ويعرفه لأن الواقع مرتبط بالزمان والمكان والله تعالى لا يحكمه لا زمان ولا مكان هو خالق الزمان والمكان فقد سبق في علمه أن ندا ستتعرض للثقاف وغد قم فلان بنت فلان هل تقوم لي بها تصنع وقد علم ده بعد وقت من المكتب ربي غير ربي علم قبل أن يقع الفعل علم أنه سوف يقع لأن الله تعالى يعرف الماضي والحاضر والمستقبل ما كان وما سوف يكون وما لم يكون لو كان كيف كان سيكون لا يعجزه شيء ولكن الإنسان مسؤول عن أفعاله هذا الإنسان لدرس الشر مسؤول عن أفعاله كل نفس بما كسبت رهينة والله تعالى يقيم الحساب يوم القيامة لكن كل شيء من المكتب لماذا تقول القيامة وغد يقول الحساب وغد يقول المساءلة وغد يقول لك لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لماذا هذه المساءلة وربك يقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون لأن مسؤول الإنسان على أعماله فالمكتب ليس معنى أنه ربي أراد أن يقع معنى أن الله علم وصبق في علمه الأزلي أنه سوف يقع الآن للا نادى وقد وقع الذي وقع ماذا عليك أن تفعلي وخيكو نقديم راكين السحر اللي عنده قرون وكي حيد اللي عنده قرون سنوات دات الجدات وبقادة شي كي تورت يحيد كل شي كي حيد باش بقوة الإيمان وقوة اليقين وقوة قوة التوكل على الله تعالى مثلا من الأمور التي بها تزول أعمالي الثقاف عند المختصين في هذا الميدان سورة قاف فعلا هي أحد التيقاف هو عبارة عن قفل كي لكي استعمل التيقاف في واحد القفل وكي يرميه في واحد بئر مهجورة أو واحد البحر لهوية بعيد لا يخلط فيه الناس أو واحد مكان مهجور كي يرميه فيه ذاك القفل وكي بقى أنس المقفول فكتقس واتقاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيدا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر الآيات لأن فيها ربك قد تكلم على السموات والأراضين وعلى الملكوت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة هنا سنكررها سنستعملوا واحد إناء ذي الماء وسنقروا فيها هذه الصورة ونكروا هذه المقطع ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ذلك لا عنده ثقات لا عنده القدرة على المعاشرة الزوجية ولا على الإنجاب هذا الماء ربي ملك ينزلوا ينزل فيه البركة والتي سير فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج هذا الرحم كان ميت وذلك العروق وذلك الهرمونات كانت غير فعالة ببركة سورة قاف لما نقرأها في الماء ربنا سبحانه وتعالى يشافي ويعافي ويداوي إنه سميع قريب مجيب ذلك القفل اللي كان مغلوقي غير تحل وخصنا المفتاح كان نقرأ لي سورة الفتح بعد قاف كان نقرأ الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا إلى أخي الآيات فيها النصر فيها العزة وفيها السكينة وتنزلها لقلوب المؤمنين هذا الصورتين العظيمتين صورة قاف وصورة الفتح نقرأها في إناء من الماء وبنيت الشفا ونشرب ذلك الماء ويقع يكون هاتق في قديم كي بدي تحل كي تحل كي تحل بحل واحد السيستام ومن البعض كيشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة وكيعد طبيعي جدا ولا زد كلمة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصالة على رسول الله ركي يعطي الله وحد القوة غريبة كي يعطي الله تعالى وحد الهرمونات والخلايا كتنتعش وكتعد عنده وحدة رغبة في الحياة وكيعد مقبل على الحياة لأن القرآن هو حياة أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك للا ندا وندا تارت المشكلة دي الضرب الأطفال الصغار الضرب مبرح كين ربما قد يكون هاتقاف أحيانا مشي روحي يقدر يكون هو نفسي لا إلا كان بعض الأولاد أو بعض البناء لوجه الخصوص كيتعرضوا للتعنيف وما صغيرات كتلقوا ربما العائلة كتعنفها والضرب المبرح يعني كلي شتواحد مر وحد سيدة والدها علقوها من رجلها دلهم حل حولي وجيب الأم جيبها جيبها الشمع وكتدي لها في صباحها باش تحرقها والولد ديالها كيهددها لعلاش لأنه ألقوها عندها واحد العلاقة عاطفية مع إب الجيران في دروش وكده والأب غضب وقال لاجبت ليشوها والضرب مبرح يعني هذيك البنت دازت 30 سنة بالآن وبقى مريضة بقى عندها رعشة كتفكر ذلك الشردة زاليها مع ابها أمها مع ابها الله يرحمهم وهي بقى لحد الساعة عندها واحد شدة في نفسها وفيك برك الوقت يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي يا كريم الله يحفظكم يا ربي يشافيكم ويعافيكم ويعودكم خيرا هذه المعانات اللي عندكم الشديدة ربي سبحانه وتعالى يرفع عنكم العانة والشدائب ويعطيكم الله الخير والبركة والتسير ويفتح لكم باب الرزق ويلقيكم الله مع أفضل وأنبلي خلقه يا ربي في القريب العاجل الله يفتح لكم باب الرزق لكم بفضل الله وجود الله وكرم الله شكرا لكم مولاي شكرا لكم ومولاي شكرا لكم ومولاي شكرا لكم بارك الله فيك بارك الله فيكم وستدى المستمعين ربما كنت سمعوا بين الفين والأخرى هذه الاتصالات للشباب وشابات مغاربة لدائما كي يكرروا هذه النداء لأنهم كيشعروا بأنهم كيضروا في حلقة مفرغة هذه مدة كي تسنوا ربما شي شي مبادرة تاخذ بيديهم ولكن هذا شي قليل هما فكروا وأبدعوا هذه الأسنوب دي القناة كل واحد فيهم كيش جل على نفسه كده الرقم دياله كلي كلي اطلقاش مساعدة من بعض أهل خير وكل لمازال هذه هذه مناسبة كان مغنقوا الأحباب الكرام وحنا في هذه الشهور هي شهور إخراج الزكاوات يعني في شهر محرم وما بعده المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات هما كيطيعوا الزكاوات دياله وخص كل واحد فينا عنده واحد المبلغ ديال المال اللي بلغ النصاب واللي مر عليه الحول السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله